السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم إن شاء الله نتكلم على الفرق بين النبات الجعضيد أو الجلاوين ونبتة الهندبة هاي العجبتين طبعاً العجبتين مفيدين جداً لهم دور كبير هما يعتبر أعشاب مغزية ودوائية في نفس الوقت هي أعشاب مفيدة جداً أعشاب برية تكلمنا عنها كل منها على حدة في القناة ولكن جاءتنا بعض الأسئلة الفرق بين الجعضيد أو الجلاوين وعجبة الهندبة طبعاً هاي العجبتين موجودين في نفس المكان هنتكلم على الفرق بيناتهم وكيف تفرق بين العجبة الهندبة والجلاوين هاي اللي قدامنا هي عجبة الهندبة عجبة الهندبة طبعاً كما نلاحظ هي عجبة برية كما تحدثنا وأيضاً الجلاوين نفس العجبة ولكن اختلاف بسيط بينهما نبتة الجعضيد كما نرى هاي النبتة التي نراها ساقها طبعاً ساقها مجوف ومضلع أوراقها كما نلاحظ مشرشرة كما نرى هزيلة بعض الشيء طبعاً هاي لون الورقة لون أغضر داكن كما نلاحظ وأيضاً كلا من العجبتين يصل طولهما تقريباً إلى المتر ومتر ونص تقريباً طبعاً هاي العجبة التي نراها هي عجبة الجعضيد أو الجلاوين أو اللبين كل هاي أسماء تطلق على هاي العجبة التي أمامنا فكما نلاحظ الساق طبعاً الساق مجوفة من الداخل طبعاً التجويف في العجبتين العجبتين يكون مجوفة لكن الجعضيد التي نتحدث عنها حالياً وهي التي نراها هي تجويف كبير بعض الشيء عن الهندباء والساق ضعيفة أو هزيلة عن نبتة الهندباء وأزهارها طبعاً الأزهار تتشابه بين العجبتين ولكن زهرة الجعضيد يعني تميل للون الأورنج أكتر فهاي طبعاً مواصفات نبتة الجعضيد أما نبات الهندباء التي نراه أمامنا طبعاً كما نلاحظ الورقة رمحية كما نراها وأيضاً يعني غير مشرشرة وأيضاً لون الورقة يكون لون أغضر فاتح غير الجعضيد فحتى الساق الساق دائرية أو مدورة كما نلاحظ وطبعاً في الساق أيضاً تجويف ولكن تجويف يعني ضئيل بعض الشيء عن الجلوين أو العجبة الأخرى طبعاً الأزهار كما نلاحظ نفس زهرة الجعضيد تقريباً ولكن هاي تأخذ اللون الأصفر الداكن كما نراها وطبعاً هاي تجويف كما نلاحظ تجويف نفس المادة اللبنية في العجبتين ولكن في الهندباء التجويف بيكون أقل وفي نفس الوقت بيكون الساق أخمل وسميك أكتر عن نبتة الجعضيد هاي الجعضيد كما نلاحظ يعني فيه فرق بين التجويف من الداخل وهاي طبعاً يعني تقدر تميز هاي العجبتين من بعض بالتجويف أو باللون أو بالأوراق والساق أيضاً يعني هاي كلها مواصفات لكل النبتتين حتى تفرق بينهما وفي الأول وفي الآخر هما نبتتان أو عجبتان مفيدتان جداً لهم فوائد عديدة ولهم دور كبير في تغذية الجسم وتزويد الجسم بفتامينات والبروتينات وأيضاً لهم دور كبير أيضاً في مساعدة الجهاز الهضمي في الهضم وأيضاً من الأعشاب التي لها دور كبير في مساعدة الجهاز التنفسي أيضاً فهما عجبتان مفيدتان جداً وطبعاً هما عشاب برية مفيدة وهي الأزهار كما نرى وبزورهما طبعاً هاي الزهرة غير ناضجة ولكن البزور غير ناضجة بالنسبة للهندباء فالبزور أو الأزهار تقريباً متشابهة ولكن في بزور الجعضيد أو زهرة الجعضيد عندما تكون جافة فحينما يقوم الهواء بهزها أو لمسها أو إذا لمستها أنت بأصبعك أو بأي شيء بتلاقيها البزور تطايرت في الهواء وتناثرت لذلك تنتشر هاي العجبة في البرية بطريقة كثيرة كما نلاحظ هاي الزهرة الجعضيد كما نراها أمامنا يعني حينما تنضج بتكون هاي بزورها نقدر ناخدها ونزرحها في حدائق منازلنا أو في الأصص في منازلنا حتى نستفاد منها وهنا نكون رفنا الفرق بين العجبتين وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي الأعشاب المهمة والمفيدة فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته